بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الخاتم النبيين إذن وصلنا إلى الدرس الثالث في الدورة الثالثة بالنسبة لبرنامج الجغرافية للدورة الثانية للسنة الثانية من التعليم الإعدادي هذا الدرس الثالث وهو الدرس التاسع في مجموعة الدروس إذن عنوانه تنظيم المجال الصناعي تنمية ضرورية من أجل تحديث الاقتصاد إذن أهداف التعلم لدينا مجموعة من الأهداف التعلمية من خلال هذا الدرس أولا أكتشف تنظيم المجال الصناعي المغربي ثانيا تعرف أهم مقاومات الصناعة بالمغرب وتبين بعض مشاكلها ثالثا رصد مجهودات الدولة لتنمية قطاع الصناعة من أجل تحديث الاقتصاد رابعا الاشتغال بدعامات متنوعة إذن هذه هي الأهداف المرصودة لهذا الدرس كتمهيد إشكالي يمكن القول أن رهان المغرب منذ فجر الاستقلال على النشاط الصناعي لتنمية اقتصاده الوطني لكن بالرغم من كل المجهودات المبذولة للنهوض بهذا القطاع فإن مساهمته تبقى متواضحة فكيف ينظم المجال الصناعي المغربي وما أهم مقاومات الصناعة بالمغرب وما بعض مشاكلها وما مجهودات الدولة المبذولة لتنمية قطاع الصناعة من أجل تحديث الاقتصاد إذن هذه هي الأسئلة يعني الأسئلة الإشكالية التي سنجيب عنها من خلال المقاطع التعلمية إذا لدينا المقطع التعلمي الأول الذي يجيب عن السؤال الأول إذا المقطع التعلمي الأول عنوانه أكتشف تنظيم المجال الصناعي بالمغرب النشاط واحد أتعرف التوزيع المجالي للصناعة العصرية إذا لدينا خريطة الوطيقة الأولى هي خريطة توزيع الصناعات بالمغرب إذا لدينا كما تلاحظون مجموعة من الصناعات يعني من خلال المفتاح إذن هناك محطات لتحلية البحر أين نجدها؟ نجدها في العيون إذن موجودة في العيون إذن محطات لتحلية البحر موجودة فقط في العيون محطة لتحلية البحر موجودة في العيون كذلك لدينا تصبير سمك تصبير سمك موجودة بالداخل ببوجدور، بالعيون، بطرفايا، بطنطان، بسيدي إفني كذلك بأقادير، بآسفي إذن موجود كذلك بفاس هناك مصنع للتصبير بفاس يعني فاس مدينة داخلية لماذا يوجد فيها مصنع تصبير للسمك؟ إذن كذلك لدينا صناعات المعادن صناعات المعادن إذن نبحث عن صناعة المعادن الموجودة في المغرب إذن نجد صناعة المعادن متوفرة بوجده صناعة المعادن نجدها بوجده صناعة المعادن دائرة دائرة نصفها أبيض ونصفها أحمر إذن موجودة بوجدة أين موجودة أيضا؟ من المفروض سارد أن تكون موجودة أيضا بالطالب البيضاء كذلك بالجرف الأصفر وبأسف من المفروض أن تكون موجودة في هذه المناطق إذن حسب الخريطة هي موجودة صناعة المعادن موجودة بوجدة تكرير صناعة تكريرية بيترول والسكر يعني رابطوا تكرير البترول مع تكرير السكر إذن بالنقطة الحمراء إذن ما نعلمه أن مدينة المحمدية معروفة بتكرير البترول كذلك مدينة سيدي قاسم إذن هذه تكرير البترول هنا في سيدي قاسم إذن كذلك النقطة الحمراء تعبر عن تكرير تائمة تكرير البترول أو تكرير السكر إذن هناك صناعة تكريرية أيضا بمالي ملال بالعرائش بفاس منطقة تارودانس أيضا لدينا أيضا صناعة غدائية بالدائرة الحمراء صناعة غدائية إذن لدينا صناعة غدائية بالدخلة كذلك بأقدير هناك صناعة غدائية بوارزازات هناك صناعة غدائية أيضا بآسفي بالدار البيضاء بالقنيطرة بالعرائش بفاس ببني ملال يعني صناعة غدائية بهذه المناطق الصناعة كيموية إذن الصناعة الكيموية نجدها بآسفي بالجرف الأصفر بالجرف الأصفر هناك مجمع صناعي كبير مخصص للصناعة الكيموية إذن كذلك بالجديدة بالدار البيضاء بالقنيطرة ببني ملال بمكناس بالناظر إذن صناعات كيموية في مناطق مختلفة لدينا أيضا الصناعة الحديدية الصناعات الحديدية إذن بالدار البيضاء هناك صناعات حديدية بآسفي صناعات حديدية كذلك صناعة الإسمنت إذن صناعة الإسمنت أين نجد صناعة الإسمنت إذن صناعة الإسمنت بأقادير بمراكش بآسفي بآسفي نعم بتمارة بالرباط بالطنجة بإذن كل هذه صناعات الإسمنت كذلك بناء وإصلاح السفن بناء وإصلاح السفن أين نجد بناء وإصلاح السفن يعني نبغي أن يكون بمنطقة سحلية يعني غير واضح يعني المعروف أن أقادير فيها بناء وإصلاح السفن كذلك الدار البيضاء فيها بناء وإصلاح السفن صناعة الإلكترونية أنا يمكن أن نجد صناعة الإلكترونية يعني طبعاً بالدار البيضاء يعني بالدار البيضاء هناك صناعة الإلكترونية صناعة السيارات يعني هناك في طنجة الآن في القرنية ترى أيضاً هناك صناعة سيارات صناعة نسيج صناعة نسيج بالدار البيضاء بفاس بآسفي كذلك يعني مجموعة من المدن ثم لدينا معاصر الزيتون معاصر الزيتون يعني هناك معاصر للزيتون بمن ملال بفاس بوجدة بالدار البيضاء أيضاً صناعة الخشب صناعة الخشب موجودة بمكناس وأكيد هي أيضاً بأقادير وبمدن أخرى صناعة الورق صناعة الورق موجودة بالدار البيضاء بالقنيطرة الصناعة التقليدية صناعة التقليدية يعني كما هو معروف موجودة بأقادير يعني بالمدن العتيقة أقادير زاقورة ورزازات مراكوش دار البيضاء أيضاً القنيطرة طنجة فاس طبعاً فاس يعني معروفة بالصناعة التقليدية فاس وجدة ومكناس المراكز السياحية إذن المراكز السياحية بالمربع الأخضر إذن طبعاً أقادير أقادير معروفة بكمركز السياحي زاقورة أرفود ورزازات مراكوش طبعاً أكيد مراكوش وجهة سياحية متميزة كدريك الدار البيضاء أيضاً الدار البيضاء القنيطرة فاس مكناس أيضاً السعيدية السعيدية أيضاً منطقة السياحية وطبعاً في الشمال المغرب يعني يوجد مجموعة من المراكز السياحية إذن ألاحظ الخريطة وأقرأ معطيتها أحدد موضوعها إذن موضوع الخريطة هو التوزيع المجالي للصناعات العصرية هذا هو موضوع الخريطة أحدد أهم المناطق الصناعية إذن أهم المناطق الصناعية كما هو واضح لدينا منطقة تقادير منطقة صناعية منطقة ورزازات منطقة مراكوش منطقة صناعية الدار البيضاء طبعاً منطقة صناعية بامتياز القنيطيرا مكناس فاس أيضاً كأسفي أسفي والجرف الأصفر مناطق صناعية بامتياز كذلك وجدة طنجة أيضاً منطقة صناعية إذن هذه المناطق الصناعية المهمة بالمغرب وميئز أنواع القطاعات الصناعية حسب المناطق الصناعية إذن هناك قطاعات صناعية متنوعة حسب المناطق نجد أنه في السواحل لدينا صناعة تصبير السمك متواجدة بكثرة في السواحل كذلك أيضاً هناك محطة واحدة لتحلية مياه البحر موجودة في العيون هناك صناعات معدنية متفرقة بين الدار البيضاء والجرف الأصفر أيضاً بوجدة كذلك صناعات تكرير تكرير البترول تكرير البترول موجود في سيدي قاسم تكرير البترول كذلك كان موجوداً بالمحمدية قبل إغلاق مصفات لسامير هذا بالنسبة لتكرير البترول هناك تكرير السكر نجده في تارودانت نجده في بني ملال في العرائش في فاس يعني كل هذا مصانع لتكرير السكر هناك أيضاً صناعات الحديدية متمركزة بالدار البيضاء صناعات الحديدية متمركزة بالدار البيضاء وآسفي ثم هناك يعني صناعة الإسمنت صناعة الإسمنت متواجدة بأقادير وبورززات بآسفي أيضاً يعني بتطوان أيضاً وبوجدة وبالرباط بتمارة صناعة إذن هناك مجموعة من الصناعات متفرقة كذلك هناك المراكز السياحية متواجدة بأقادير بمراكوش بورززات بزاقورة بأرفود بالراشدية إذن الصناعة السياحية إذن موجودة بقوة في المنطقة المغرب أنضم إلى مجموعة لأناقش مع زملاء أسباب التركيز الصناعي في مناطق دون أخرى إذن كما تلاحظون التركيز الصناعي يعني منصب على مجموعة من المدن يعني مجموعة من الحوادر الكبرى التي فيها تركيز صناعي مهم لكن بقية تراب المغربي هو خالي من المراكز الصناعية إذن لماذا؟ إذن بإمكانكم أن تناقشوا مع زملائكم أسباب التركيز الصناعي في مناطق دون أخرى إذن يبقى أهم عامل للتركيز الصناعي هو توفر كتافة سكانية التي تشكل عمالة مهمة يعني لصالح المعامل في هذه المراكز الصناعية إذن التركيز الصناعي هو أيضا مرتبط بالكتافة السكانية وكذلك هو جاذب للكتافة السكانية بحيث أن المناطق التي تحتوي على مصانع متنوعة هذه المناطق تجذب إليها السكان المناطق القروية يعني من خلال الهجرة القروية أوطنوا منطقتي أو مدينتي على الخريطة وأكتبوا فقرة عن النشاط الصناعي السائد فيها يعني إذن كل واحد فيكم يختار منطقته يعني أين يعيش منطقة التي يعيش بها يعني إذا كنتم في منطقة إذا كنتم في المدينة فالمدن جميع أغلبية المدن هي يعني موجودة في الخريطة أغلبية المدن ممتلة في الخريطة إذا كنتم في مدينة صغيرة إذن اختاروا يعني المدينة الكبيرة الأقرب إليكم إذا كنتم في منطقة قروية كذلك ستختارون المدينة الكبيرة الأقرب إليكم وتروا يعني الصناعة المرتبطة بهذه المدينة حسب المفتاح ولكن اكتبوا فقرة صغيرة عن الصناعات المتوفرة عندكم يعني في منطقتكم يعني في مدينتكم الصغيرة أو في قريتكم الصناعات المتوفرة يعني في الغالب بالنسبة للقرى تكون الصناعات يعني يكون هناك نشاط فلاحي بالأساس يعني في القرية هناك نشاط فلاحي بالأساس لكن بالموازات مع النشاط الفلاحي هناك مجموعة من الصناعات المرتبطة بالفلاحة مثلا الصناعات الغدائية هناك صناعات غدائية مرتبطة بالفلاحة كذلك هناك معاصر الزيتون ونعرف أن في مختلف من المغرب هناك زراعة الزيتون وبالتالي هناك معاصر الزيتون مثلا نجد ذلك في بني ملال في الفقير بن صالح يعني في مجموعة من المدن التي فيها إنتاجية عالية للزيتون هناك تصنيع معاصر للزيتون الذين يقومون بعصر الزيتون وإخراجه على شكل زيت الزيتون كذلك هناك معاصر للزيت مختلفة عن زيت الزيتون يعني هناك معاصر للزيت مرتبطة مثلا بنبات عباد الشمس يعني هناك معاصر عصرية يعني تعصر لنا زيوت الطهي زيوت الطهي انطلاقا من بدرة زيوت يعني انطلاقا من بدور مختلفة لكن بالخصوص بدرة عباد الشمس إذن كذلك يعني هناك مجموعة من الصناعة كذلك صناعة تكرير السكر تكرير السكر هو مرتبط بزراعة الشماندة السكري والقصب السكر إذن هناك معامل لتكرير السكر بالقرب من المزارع التي تزرع يعني الشماندر السكري أو قصب السكر إذن كذلك هناك طبعا الصناعات الحديثة الصناعات الحديثة يعني صناعات سيارات نجدها في طنجة ونجدها في القنيطرة الآن كذلك صناعات نسيش نجدها في الدار البيضاء ونجدها في مجموعة من المدن آسفي فاس وغيرها كذلك يعني الصناعات الحديدية الصناعات الحديدية يعني الصناعات التقيلة نوعا ما كذلك الصناعات الكيموية صناعات كيموية نجدها مركزة بالأسفي بالجرف الأصفر بالدار البيضاء يعني هناك مجموعة من المدن يعني ما عليكم إلا تطلعوا على الخريطة إذن تنضمون إلى مجموعة وتناقشوا مع بعضكم بعض الصناعات السائدة في منطقتكم وكذلك يعني عليك أن تكتب فقرة توضح فيها الصناعة السائدة في منطقتك أو مدينتك بالنسبة لمدينة الدار البيضاء ينبغي القول أن جميع أنواع الصناعات هي متواجدة بشكل من الأشكال في مدينة الدار البيضاء هناك مركز صناعية متنوعة خاصة يعني هناك حياء صناعية يعني في مدينة الدار البيضاء لا تكاد تجد حيا إلا وبه حي صناعي والأحياء الصناعية تتركز فيها مجموعة من الصناعات نجد صناعات نسيج صناعات نسيج نجدها في أغلبية يعني الأحياء الصناعية بالمدينة كذلك هناك صناعات كيموية مدينة الدار البيضاء يعني تحتوي على صناعات كيموية متنوعة ثم نجد أيضا صناعات مرتبطة بالصناعات الحديدية كذلك هناك صناعات الحديدية هناك صناعات الخشب مختلف أنواع صناعات سوف تجدون مصانع مرتبطة بمختلف أنواع صناعات بمدينة الدار البيضاء كذلك صناعة تصبير السمك يعني طبعاً ميناء الدار البيضاء يعني به ميناء مهم للصيد السحلي والصيد بأعالي البحار إذن هناك تصبير السمك هناك صناعات تقليدية في الحبوث مثلاً هناك صناعات تقليدية هناك مراكز سياحية هناك مراكز سياحية في الفنادق المصنفة بمدينة الدار البيضاء إذن هناك مراكس سياحية أيضا إذن هناك صناعة الخشب مختلفة وصناعات يمكن أن نجدها في مدينة الضراء البيضاء إذن ننتقل الآن إلى النشاط جوج النشاط جوج التعرف والتوزيع المجالي للصناعة التقليدية إذن هناك توزيع مجالي للصناعة التقليدية إذن هذه خريطة لأهم الصناعة التقليدية بالمغرب إذن هناك صناعة الخزف صناعة الخزف يعني باللون الأحمر أين نجد صناعة الخزف؟ نجدها بأسفي أسفي طبعا هي عاصمة الخزف بالمغرب مدينة أسفي هي عاصمة الخزف بالمغرب وهي معروفة جدا بصناعة الخزف حتى أن هناك مجسم جمع بين صناعة الخزف وبين السردين بين الصيد البحري وخاصة منتوج السردين يعني السمك السردين إذن هناك طاجين كبير يعني طاجين عملاق يعني يمثل ذلك الطاجين يمثل صناعة الخزف كذلك ذلك الطاجين تم طهو السردين فيه يعني كإشارة إلى امتزاج صناعة الخزف مع الصناعة السمكية بالمدينة إذن مدينة أسفي معروفة بصناعة الخزف هناك أيضا صناعة خزفية بمراكش بسلا كذلك بمكناس بفاس بتازة بشفشاون بتطوان أيضا 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 هذه الصناعات الخزفية هناك أيضا صناعة المجوهرات صناعة المجوهرات باللون الأخضر نجدها ببجدور يعني عندما نقول صناعة المجوهرات فهي صناعة موجهة للسيدات كذلك يعني دائما لا تخلو الأعراس لا تخلو الأعراس من وجود حلي ومجوهرات مرتبطة بهذه الصناعة إذن صناعة المجوهرات هي مرتبطة بالحلي والمجوهرات للنساء يعني وهي مرتبطة بالأعراس مرتبطة دائما بالأعراس ومرتبطة بالسيدات الذين أحيانا هناك ادخار للمال يكون ادخار للمال في بعض المجوهرات الذهبية يعني هذا يعتبر ادخار للمال بالنسبة للسيدات إذن هذا موجود في مختلف المدن بجدور العيون يعني أين موجودت النساء فهناك الحلي والمجوهرات إذن العيون طانطان أسا قلميم تيزنيت أقادير تارودانت السويرة تارودات معروفة بصناعة المجوهرات خاصة المجوهرات الفضية الفضية يعني بأقادير وتارودانت والسويرة إذن كذلك موجودة بورززات بمراكش كذلك بخنيفرة بالراشدية بفاس بمكناس بطنجة أيضا كذلك بالضرب أيضا ربما في الضرب هناك أكثر تجارة الحلي والمجوهرات لكن هناك أيضا صناعة يعني صناعة أيضا إذن صناعة الجلد صناعة الجلد عندما نقول صناعة الجلد إذن دار الدباغ يعني عندما نتكلم عن صناعة الجلد خاصة صناعة الجلد التقليدية فنحن نتكلم عن دار الدباغ أين توجد دار الدباغ الأكثر شهرة بيئة المغرب إذن موجودة بمراكش بمراكش وكذلك بفاس دار الدباغ الفاسي بفاس كذلك بسلاة حسب هذه الخريطة بفاس سلا وشيفشاون وتطوان صناعة الخشب أين توجد صناعة الخشب المغرب أيضا معروف بصناعة الخشب خاصة بالمدن التقليدية صناعة الخشب هناك بتارودانت بورزازات صناعة الخشب بمراكش بصويرة صناعة الخشب أيضا بمكناس وبفاس طبعا معروفة جدا بصناعة الخشب ثم هناك صناعة الزرابي بلون الزرق صناعة الزرابي إذا نجد صناعة الزرابي موجودة بالصحراء المغربية هناك بصمارة ببوشدور بالعيون صناعة الزرابي وعندما نقول صناعة الزرابي صناعة الزرابي التقليدية الزربية الرودانية بتالرودان يعني معروفة جدا ومشهورة في العالم كذلك الزربية المراكوشية الضربية الوارزازات كذلك الراشدية خنيفرة الدار البيضاء أيضا فاس مكناس واشفشاون يعني كل هذه المدن معروفة بالصناعات التقليدية المرتبطة يعني بكل هذه الصناعات التقليدية إذن ألاحظ لها الخريطة وأقرأ معطياتها ثم أحدد موضوعي إذن موضوع الخريطة هو الصناعات التقليدية بالمغرب أبين أكثر الصناعات التقليدية انتشارا بالمغرب إذن المغرب يعرف انتشار مجموعة من الصناعات التقليدية منها صناعة الخزف صناعة المجوهرات صناعة الجلد صناعة الخشب ثم وكذلك صناعات الزربي والمنسوجات بشكل عام يعني صناعة الزربي ومعها مختلف المنسوجات وحدد أكثر المدن تركيزا بالصناعات التقليدية إذن طبعا عندما نقول صناعات التقليدية فنحن نتحدث عن المدن العتيقة إذن هناك تارودانت، تارودانت، مراكش، بورزازات، مكناس، ثاس، سلا، شفشاون وتطوان وكذلك الصويرة والراشدية والعيون كل هذه المدن تتركز بها الصناعات التقليدية الصناعات التقليدية تكون مرتبطة بالصناعة السياحية يعني إذن السائح يعني من بين مقتنيات السياح الذين يزورون المغرب يعني تكون هناك منتوجات تقليدية إذن أركب تعلماتي أكتبوا فقرة عن الصناعات التقليدية الموجودة بجهتي وأقترح حلولا لتطويرها يعني إذن اختاروا جهتكم الجهة التي أنتم تسكنون بها يعني إذا كنتم في مدينة أو قرية إذن حاولوا أن تختاروا المدينة الكبيرة الأقرب إليكم يعني وتتحدثوا عن الصناعات الموجودة في هذه المدينة أو الموجودة في منطقتكم يعني في الغالب أغلبية القرى والمدن الصغيرة أو كذلك المدن الكبيرة طبعا هناك صناعة تقليدية هناك صناعات تقليدية يعني نجد في القرى مثلا مسألة صناعة الزرابي التقليدية موجودة في أغلبية القرى المغربية هناك النسيج يعني هناك إمكانية تجد السيدات ينسجنا يعني إذا لم يكنوا ينسجنا الزرابي فهنا ينسجنا مثلا الملاحف أو ينسجنا الأغطية يعني هناك إمكانية نسيج مجموعة من الأفريشة أيضا يعني هناك يعني أن النسيج ما يسمى بالمنجج يعني فهو موجود في مختلف القرى والمدن الصغيرة بالمغرب كذلك الصناعة الخشبية يعني طبعا معروف حرفة تنجر هي حرفة يعني متعارفة عليها وموجودة في أغلبية يعني هناك ورشة للنجارة في أغلبية المدن الصغيرة هناك ورشة للنجارة يعني النجارة الحرفية البسيطة كذلك صناعة الجلد أيضا وصناعة المجوهرات يعني هناك جمعة من المدن المعروفة بصناعة المجوهرات إذن ما عليكم إلا أن تختار منطقتكم التي فيها يعني الحرفة معينة مرتبطة بالصناعة التقليدية أو التي قد يزاولها أحد من أفراد عائلتكم وعليكم أن تكتبوا عنها يعني تكتبوا عنها فقرة يعني فقرة عن هذه الصناعة الموجودة بجهتكم وبمنطقتكم المحلية إذن كان هذا المقطع التعلمي الأول أكتفي بهذا القدر نقف هنا ونلتقي في الجزء الثاني مع المقطع التعلمي الثاني والثالث إذن شكراً على الحسن تتبعكم أتمنى أن يكون هذا المقطع مفيداً لكم ونلتقي في المقطع المقبل ترجمة نانسي قنقر